موسيقى لذلك نقول لكل الذين يعونوا على الدين وينبحون نحتاجوا الدين والبشر والله كانوا ولا يزالون يحتاجوا لكن هذا الدين بهذا المعنى ليس دين السياسي ودين الكذب والغش واختداع الناس وكل صراع من أجل الدنيا وبرسم الدين لا لحاش الله نبّ رأي الله من هذا لا نؤمن به هذا الدين المهم ثم قال له وضئني وضئني للصلاة ممكن تدخل الصلاة وصلي قبل أن أموت قال فوضأته ونسيت أن أخلي اللحيته وهذا سنة من السنن قال وقد أمسك لسانه ما عاد يتكلم قال فأخذ بيدي حتى أدخلها في لحيته قال ففهمت أنه يحافظ على هذه السنة شوف الورعه وين والدرهم ليس نسية ليس مثل اليوم يهتموا كثير باللحية وتخيل اللحية وماشاء الله سمان عظام هم وأهلوهم وقرباتهم من أموال الناس ومن حقوق الناس كذب كله كذب هذا ليس له إلا النار كله كذب هذا والله ما ينفع جابر ابن عبد الله وأظن أنكم جميعا تعلمون هذا الحديث لكن لا بأس فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين حديث جميل والله وتنفع الذكرى به جابر ابن عبد الله الصحابي المعمر عنذر طويلا ما شاء الله حتى عمي وسقطت جفونه على عينيه وصاحب جليل وابن شهيد رجل صالح من خيرت أصحاب رسول الله جابر ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين يقول جابر سمعت عن أحد أصحاب رسول الله سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا حديثا في القصاص مش في الدماء لا القصاص الأعمال واحد ضربه وأحد اتكلمه وأحد أخذ منه ذرهم كله قصاص يوم القيامة يوم القيامة قصاص لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم هذا يوم القصاص يوم القيامة يوم القصاص قال في القصاص ما سمعه أحد غيره أو غيره قال فرحلت أو قال فاشتريت دابة ما عنده دابة تصنع للسفر الطويل في مصر هذا الصحابي تقيل جابر في المدينة وهذا في مصر أريد أن أسافر لحديث واحد شفت العلم نحن اليوم في خطبة واحدة نجيب عشر عشرين حديث ولا نفعنا والله اليوم أنا بقر أقسم بالله تردتني ما كذا هذه فكرة قلت لا إله إلا الله هذه الآية التي أتلوها عائل عادة تعودت وأنتم تعودتوا أن تسمعوها والله قلت في نفسي هذه وحدها تكفي أقسم بالله والله تكفي الصادق المخص الذي يريد أن يستقيم هذه الآية من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أقسم بالله تكفي تكفي انتهى كل شيء أبتك شيء قال انتهى هذا تماما مثل مساء الجد الفرزق الرسول قال له أنا رجل كبير وهرم وما عاد ذهني يمسك شيئا علمني طريق الجنة ولا تكثر عليه قال له فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرية قال له كفيت وأبلغت يا ابن أخي وراح بس هذا هل تكثم لهيك ايش بدك تؤمن بالله وتؤمن بأنك ملاقيه ورجع ليه اعمل الصلاحات وانتهي عن السيئات واستقم استقم ولا تلعب بدينك ستموت وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك وتلقى الله وحدك لا تلعب بدينك كل الخداع والكذب والدعاوة والزيف يسوق على الناس لا شيء منه يسوق على رب العالمين لا إله إلاه انتهى انتهى وسيبدو لك كل شيء حتى لحظة الموت نسأل الله أن يكون جميع من الذين يبشرون برحمة الله ورضوانه ونعيمه المقيم المهم قال فاشتريت دابة ثم رحلتها حط عليها الرحم وقصدت إلي سافرت شهرا يقول جابر الله أكبر شهر في حديث حديث هو أحد قالك ليه حديث حديث ما سمعوش حدا إلا هذا الصحابي بدأ أسمعه أشوف النبي إيش قال في القصاص كيف الله يعاسب عبادة يوم القيامة كيف كيف يضع الموازين للقصط ليوم القيامة فلا تظلم نفسهم شيء كيف بدأ عرف التفاصيل قال شوف الأرواح الماجدة هذه أرواح جميلة إذا عندك هذه الروح عندك تقديس العلم الشرعي تقديس العلم الرباني تقديس أنك تفهم تتفلسف عن أشياء تتعلق بالله وبدينه معناها روحك ربانية عندك والروح هذه مشتعلة إذا ما عندك و24 ساعة دائرة على الدنيا وشهوات الدنيا وأعراضها ومناصبها معناها روحك خابية ميتة منطفئ يا مسكين والله العظيم وضعك مش لا بأس أبدا به البأس كله قال حتى أتيته فخرج لي غلامه فقلت له قل لسيدك بالباب رجل يريد أن يلتقيه فعاد قال يقول لك يا من أنت مين قال قل له جابر ابن عبد الله فلما سمع قال جابر ابن عبد الله يقول جابر فخرج يطأ ثوبه ما ظلش الليقع عوجه مسكين أصحابي جيل كبير في السن وعالم ومرخيرة أصحاب رسول الله قال فخرج يطأ ثوبه قال فالتزمني أخذوا عارق وكذا مصدق جابر يزوروني في بيتي في مصر أهلاً يا أهلاً ما الذي جاء بك يا صاحب رسول الله قال له حديث في رواية أبعني أجلس قالوا لا ما جئت ولا أجلس لا جئت أجلس ولا أكل ولا أشرب بدي أسمع منك الحديث هذا وأولي أرجع عشان تكون السفرة لوجه الله قال له حديث لم يسمعهم الرسول لأحد غيرك في القصاص قال نعم سمعته عليه الصلاة وأفضل السلام وآله يقول إذا كان يوم القيامة حشر الله الناس عراتا غرلا بهما غرلا أي الغرلا التي قطعت من كل تكر من ذكورهم في الدنيا طور هذا الختان يعني تعود إليه كما بدأنا أول خلق النعيد كل كامل أي معنى غرلا مع الغرلا إيقلانس هذه غرلا بهما ما معنى بهما ليس معهم شيئا لا معك شهادة ولا معك جنود ولا معك حرس ولا معك فلوس ولا معك ملك ولا حاجة ولا حاجة الملك مثل أقل صعلوك والأنبياء كمان كله كله جيين كله حفا عراء غرلا بهما لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا الموقف لمن الملك اليوم الله بنادي قال فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يقول أنا الملك أنا الديان لا تظالم اليوم أنا الملك أنا الديان لا تظالم اليوم إنه لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار قبله مظلم دين حتى يقضيه مش أنت والي صالح كنت أصلي في اليوم ميت ركعة وحديت عشر مرات وصدقت بملايين مش حتخش الجنة الله قال لأنه في واحد كافر قال من عبادي الكفار هم عبادي لا إله إلا الله آمنتوا بالله وقال لك محمد بكذب على الله يا جماعة هذا رب العالمين ومحمد رسول رب اللي بيخبر عن رب بهذه الطريقة هذا رسول وهذا رب العالمين إله إلا هو هذا العدل لأنه رب العالمين مش رب العارفين والموحدين والمسلمين رب العالمين قال لك وكافر هيخذ جزاء اليوم والعمال الطيبة العمل في الدنيا جوزي بها في الدنيا لأن الله لا يوضيع أجر من أحسن عمل عمل عملا دنيوي حسنا ما أرد به وجه الله الله وفى أجره في الدنيا من كان يريد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون في سورة هود وهذا هذا عدل الله عدل رب عدل لا إله الاسم الحق قال لك أنا الحق وهذا الحق يحق كل شيء لا إله إلا هو وبدك تصل إليه بخطة واحدة من غير ما اتعب نفسك كما قلت مرة في خطبة در مع الحق اعتقد الحق قل به أحبه اعمل به ادعو إليه تحاكم إليه ارض به تحقق يا رجل أصم بالله تصل إلى الله في لحظة وتستجاب دعوتك وتنقى نفسك حق حتى لو على نفسك وعلى أقرب الناس إليك ومهما كان مرا ومهما كان فاضحا الحق وينه وين من يعمل بالحق هذا الحق الملك الديان وإنه لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة قبله مظلم أو قال دين حتى يوفيه حتى اللطمة باليد لو أحد قال لو أحد هيك تعال وين وين رايح بس يا رب هذا كان كافر وأنا كنت ولي بل ولي بل كافر هذا عبدي وإنت عبدي ما فيه فقالوا يا رسول الله وكيف ويحشرون أنت بتقول طيب أنت القلت يحشرون عراتا غرلا بهمة أنت قلت بهمة ما عندهم مش حاجة لا عنده لا سلطان ولا مال ولا حاجة كيف يعدي قال من الحسنات والسيئات لا إله إلا الله لا إله إلا الله يعني أنت مسلم وظلمت الكافر هذا أنت رايح على الجنة ورايح على النار أقول لك إقاف وإقاف أنتوا تنتقفوا أعطي حقه يا مسلم يا عابد يا صالح أعطي الكافر عبد الكافر لأنه عبدي أعطي يا عبدي حقه يا رب ما عنديش أقول لك لا حسناك وأنا اللي بعرف المظلمة هذه بتسوي ألف حسنا ألف يا ربي أنا محتاج أقول لك ألف حسنا الألف هذه ستنزلك في الجنة كثير درجات راح عليك عشان تطلم كافر كيف لو ظلمت مسلما كيف لو ظلمت وليا من أولياء الله كيف لو ظلمت رجلا من عيون العارفين بالله ونازل فيه 24 ساعة تؤذية لا إله إلا الله